روسيا ان مشروع بيان مجلس الامن الدولية الذي قدمته بعض الدول غير دائمة العضوية في المجلس حول ما يجري في حمص يتسم بطابع متحيز واوحادي الجانب وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية الروسية ان مشروع بيان مجلس الامن تضمن دعوات لوقف العنف موجهة الى الحكومة السورية بشكل اكبر بينما ابقت اعمال المعارضة المسلحة التي تستخدم المدنيين دروعا بشرية من دون اي تنديد عمليا وضافت الخارجية ان الجانب الروسي على الرغم من ذلك اعرب عن استعداده للعمل على مشروع البيان واقترح اجعل النص اكثر توازنا من خلال التعبير عن القلق على مصير سكان بلدتين نبل والزهراء بريف حلب التين تحدث عنهما الامين العام للامم المتحدة بانكيمون والتين اصبحت محاصرتين نتيجة اعمال مقاتلي المعارضة ولكن تم تجاهل المقترح وزاد اصحاب المشروع من تحريف جوهر ما يحدث من خلال فرضهم مطالب اضافية موجهة الى الحكومة السورية واشارت الخارجية الروسية الى انه لم يؤخذ بعين الاعتبار توجه زارة الخارجية السورية الى اللجنة الدولية للصليب والهلال الاحمر الدوليين بطلب نقل المساعدات الانسانية الى سكان حمص وتأكيدها الاستعداد لضمان ممرات انسانية لذلك وفي سياق اخر اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكزندر لوكاشيفيتش ان المطلوب من اتلاف الدوحة الاعرابة بصورة واضحة لا مواربة فيها عن الاستعداد لارسال ممثليه الى المؤتمر الدولي حول سوريا المزمع عقده في جينيف من دون اي شروط مسبقة والشروع بالبحث المشترك عن ابعاد ملموسة لايجاد حل سياسي للازمة طبقا لبيان جينيف واعلن لوكاشيفيتش في موسكو عن استعداد بلاده لاقامة الاتصالات باعضاء اتلاف الدوحة من اجل العمل على انهاء الازمة في سوريا لافتا الى حقيقة ان التصريحات الاولية لرئيس اتلاف الدوحة الجديد ما زالت لا تنم عن التزامه بالحل السياسي للازمة وتثير جملة من التساؤلات حول مستقبل عمل الاتلاف